قد تصنع البهجة بهذه العجينة فلحلويات العيد السورية مكانة حاضرة لا تغيب رغم ظروف الحظر وصعوبة الأحوال الاقتصادية أم أحمد التي تقيم اليوم في مدينة غازي أنتابة تركيا بعد أن غادرت مع أطفالها من حلب قبل عام تقريبا حملت معها ذكريات مدينتها ووصفات كعك العيد التي تشتهر به أينما حطت رحالها هداك العيد كنت في سوريا وتعذبت بالدخل على تركيا وكان في حظر بتركيا كتير كتير يعني كان عانينا من هالمشكلة كتير كتير هو رح يكون عيدنا بعد العيد إن شاء الله بس نحنا نعيش أجواء العيد لشان هيك أنا عملت له بعض المعجنات لشان ما يحسوا أنهن ما حسين بأجواء العيد أنواع المعجنات فيه كعك عيد برازق بتي فور راسب عجوي غريبة معمو الكرابيج هذول نحن الأكلات اللي مناملة عادة بحلب حظر التجوال في تركيا والذي بدأ في منتصف رمضان ويشمل عيد الفطر الأمر الذي لم يمنع السوريين من استحضار عاداتهم في العيد في محاولة منهم لإدخال الفرحة إلى قلوب أطفالهم حبيت أفرح الأولاد يعني بهالعيد أعملهم أكلات العيد شان ما يحسوا أنهن يعني يحسوا بأجواء العيد يعني بعيد الصغير يعني يعني بكون أجواء العيد بكعك العيد والبقاية المعجنات كل عام أنتوا بخير إن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله بنعاد عليكم ونحن ببلدنا بالخير والعافية يا رب إن شاء الله هيك الأعياد الجاي بنعمل هالكعكات والمعجنات بسوريا الله رد هي مجرد قطعة حلوى للبعض غير أنها في عيد تحاصره غربة وحظر وحال اقتصادية متردية تعني كثيرا من الأمل والفرح للسوريين هنا رغم الحظر وظروف التي تعيشها العائلات السورية في تركيا غير أنها تحاول أن تحافظ على تقوس العيد وبهجته ما استطاعت إلى ذلك والعادل تلفزيون سوريا مدينة غازي انتاب جنوب تركيا